لم يجدوا طريقة غيرها عشرات المحتجين اللبنانيين يهاجمون فروعا لبنوك ومصارف في العاصمة بيروت ويضربون النار في واجهاتها قبل أن يخنقوا شوارع العاصمة بحرق لطرات وكل ذلك لتفريغ غضبهم المتصاعد بسبب القيود غير الرسمية المفروضة على عمليات السحب القائمة منذ سنوات في البنوك والتي تجعل من المستحيل على المدعين أن يتصرفوا في أموالهم المدعى فهي إجراءات أدخلتها المصارف ضمن قوانينها في خريف عام 2019 هي إشكالية لا يتحمل تلعاتها فقط المواطنون بل يدخل في فلكها الموظفون البوسطاء الذين يعملون ويديرون عمل البنوك أجبرت العديد من المصارف على غلق أبوابها مرات عدة وتطور الأمر فيما بعد إلى شن إضرابات في ظرف أسبوعين فقط سجلت الليرة اللبنانية تراجعا إضافيا في سعر الصرف بالسوق السوداء وصل إلى عتبة الثمانين ألف ليرة أمام الدولار في تبعات متلاحقة على وقع الأزمة التي صنفها البنك الدولي من بين أسوأ الأزمات في العالم منذ عام 1850 خسرت الليرة فيها نحو 95% من قيمتها لتنهار مع كل هذا الخدمات العامة ويحصل البيت اللبناني في أحسن الأحوال على ساعة كهرباء واحدة في اليوم مع استمرار معاناة شحي الياه وتفشي الأمراض كمرض الكوليرا ورغم قصاوة ما تقدم تستمر معضلات لبنان العسيرة المتقلبة بين العنف والفساد وعدم الكفاءة وتنمر النفوذ الإقليمي كما يقول البعض إلا أن التحديات تضاعفت أكثر وأكثر حتى أن المراقبون أو المراقبين يصفون الواقع بدوامة عاصفة كل محاولة لإلقاء حبل النجاة تفشر والنخبة من السياسيين وقادة الأحزاب والتواف يكتفون بالإشارة إلى موضع الألم دون وصف العلاج وهم المستثنون على الدوام من أي تبعات ترتبط بخطة الإصلاح ومكافحة التداهور يقول لبنانيون كثر إذن في هذه الحلقة مننا للخبر بقيا نتساءل إلى أين تسير الأوضاع في لبنان ما دور الحكومة المكلفة بإدارة البلاد في ظل أزمة سياسية خانقة وأيضا من هي الأطراف التي تتحمل مسؤولية تداهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية وحتى السياسية في لبنان إذن نناقش كل هذه الأسئلة وغيرها مع ضيوفنا زينة جابر المحامية وعضو رابطة البديعين اللبنانيين تنظم إلينا من بيروت أيضا من بيروت الأستاذ الجاسم عجاقة الخبير الاقتصادي وكبير المستشارين الاقتصاديين في مكتب المراسق الأمم أو المنصق المقيم للأمم المتحدة في بيروت وأيضا ديانة منعم الخبير الاقتصادي وكبيرة المستشارين أستاذ الدكتور جاسم عجاقة عفوا أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية والأستاذ ديانة منعم الخبير الاقتصادي وكبيرة المستشارين الاقتصاديين في مكتب المنصق المقيم للأمم المتحدة في بيروت ورحبكم جميعا وأبدأ معك سيدة زينة جابر أنتم في ربيطة المودعين بالنسبة لكم ما هي أسباب هذا الارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار يصل 80 ألفا ربما قد يصل إلى 100 ألف ليرة مساء الخير بطبيعة الحال السبب الوحيد لهذا الارتفاع الجنوني هو عدم اعتماد خطة مالية شاملة شفافة عادلة بتوزيع الخسائر من قبل الحكومة إن الحل لهذه الأزمة ولتجنب كل ما يحدث اليوم من ارتفاع بسعر الصرف من إدراب للمصارف من الاحتجاجات التي نراها اليوم في الشارع هو إقرار هذه الخطة الذي كان يجب أن يحدث منذ ثلاث سنوات الذي كان مطروح منذ خطة لازار التي لم يقبل بها المصارف والقوى السياسية إنما كانت لها الحل الوحيد الحل الوحيد اليوم هو إقرار خطة شاملة شفافة تكون عادلة للمودعين الذين هم وحدهم اليوم يتحملون بالإضافة إلى المواطنين نتيجة هذه الأزمة المالية النقدية المصرفية التي نعيشها في لبنان دكتور جاسم عشاقة كيف تفسر هذا الارتفاع في سعر الدولار وتراجع قيمة الليرة البعض يذهب إلى القول بأن المصارف تتحمل المسؤولية بشكل مباشر وغير مباشر ربما أيضا بإضرابها هي مضربة لمدة أسبوع ربما يدفع الناس إلى الذهاب إلى السوق الموازي للحصول على الدولار وهناك طلب يعني رغم هذه الأزمة هناك طلب على الدولار تحية لك سيدي الكريم ولضيوفك وللمشاهدين وأنا أشكرك على هذه الدعوة الكريمة سيدي الكريم هناك فرضيتين أساسيتين في ارتفاع سعر صرف الدولار الفرضية الأولى تتبنى تجمع عاملين تهريب الدولارات إلى الخارج عبر عدة قنوات معطوفة على إضراب المصارف الذي خفف بشكل كبير من المعروض من الدولارات في السوق وهذا ما نراه على منصة صيرفة من ناحية حجم التداول والفرضية الثانية والتي أمين لها أكثر ألا وهي فرضية الأجندات السياسية التي حقيقة وبكل صدق يعني يتم خدمتها أو عمودها الأساسية هذه التطبيقات التي أيضا يعني تنفق الأسعار بشكل كبير أيضا هذه التطبيقات مدعومة بعصابات وشبكات عابرة للقطاعات يعني نجد فيها من كل القطاعات سواء كانوا صرفين أو تجار أو مصرفيين أو إلى مهنالك أصحاب نفوذ يستفيدون الجميع يستفيد من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء خصوصا أن اللبناني أصبح بشكل أو بآخر حياته مربوطة بسعر هذا الدولار في السوق السوداء لا يوجد شفافية حول الأسعار التي تخرج من هذه التطبيقات وإذا ما وضعنا مثل لائحة زمنية حول التزامن بين الأحداث السياسية وبين ارتفاعات الدولار مثل الذي يحصل حاليا نرى أن هناك علاقة تشير إلى الريبة إلى حد معين بهذه العلاقة كبيرة وهذا ما يدعم فرضية أكثر الأجندات السياسية الجدير ذكر سيدي أن الحكومات بحسب الدستور اللبناني لها حصرية القرار الاقتصادي وهنا أنا أوافق ضيفتك الكريمة على ما قالته بجزء ألا وهو أن غياب أي خطة اقتصادية هو دافع أساسي حقيقة إلى التلاعب بسعر صرف الدولار بهذه الصورة سأعود إليك دكتور جاسم سيدة ديانا منعم دكتور جاسم يقول تهريب الدولار إلى الخارج تخفيف المعروض من الدولار في السوق وأيضا الأجندات السياسية توصيفك أيضا لهذه الأزمة التي تعيشها الليرة اللبنانية شكرا لإلك أولا بس بحب أوضح أنه أنا ما بقى المستشارة الاقتصادية بالأمم المتحدة هذا كان عملي السابق أنا اليوم عملي هو بمنظمة كلنا إرادة أول شيء بوافق على هذه العوامل التي ذكرت وخصوصا العامل السياسي بس كمان بدأ ضوي أنه في عامل اقتصادي كتير مهم يلي هو أنه نحن اليوم الانحدار يلي عم نشوفه بالليرة مش هيدا الانحدار القاسي الانحدار القاسي يلي صار بالليرة كان الانحدار يلي صار بال2009 وال2020 من بعده كان من الطبيعة أنه نشوف هيدا الانفلات بالليرة اللبنانية بيظل غياب أي سياسة إصلاحية من قبل الحكومة اللبنانية من جهة الخطة الاقتصادية والميلية وبيظل استمرار المصرف المركزي بتبديد الدولارات الموجودة عنده على سياسات خاطئة هيدا هي اللي وصلتنا لهون وكلما عم تدهور الليرة أكتر بوجه الدولار كلما لحيكون أصعب على المصرف المركزي أنه يرجع يهدي تدهور الليرة ولكن من الواضح أنه هيدا التدهور المتسارع آخر يومين ثلاثة سببه اقتصادي ولكن طبعا سببه سياسي وواضح كمان أنه إذا ما في حل بالسياسة اليوم في لبنان في فراغ ما في رئاسة جمهورية الحكومة هي بحكم تصريف الأعمال والبرلمان ما عم يلتئم لانتخاب رئيس جمهورية وبالتالي بغياب قيادة سياسية بغياب حل سياسة لابد من أنه يستمر الوضع الاقتصادي بالتدهور أستاذ زينا جابر تنهار الليرة كلما انهارت الليرة أكثر كلما ارتفعت الأسعار أيضا أكثر في الأسواق أسعار المحلوقات ارتفعت بمئة ألف ليرة في يوم واحد صحيفة البنزير بعشرين لتر أصبح سعرها مليوني ليرة يعني بالتالي كيف توصفين أيضا الوضع المعيشي الآن في لبنان مع هذا الانهيار المستمر يا ليرة اللبنانية كيف تعيشينه يوميا هناك في لبنان نحن نرى نتيجة هذا الانهيار الاقتصادي المعيشي في الشارع اليوم كل ما حدث اليوم من ناس توجهت إلى المصارف لحرق المصارف وللاعتراض على هذا الإقفال الذي قامت به المصارف هو نتيجة عدم تحمل الناس المواطنين هذه الأوضاع المعيشية الاقتصادية الصعبة وهذا التدهور الذي شهدناه في اليومين الأخيرين الذي كان قاسر على المواطنين وذلك بسبب الإقفال الذي قامت به جمعية المصارف والمصارف في الأسبوع الفائت لابتزاز عمليا القضاء والسلطة السياسية فكل ما نشهده اليوم من مشاكل أمنية هو نتيجة هذا الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي لم يعود المواطنين قادرين على تحمله للأسف نعم دكتور جاسم تحدثت عن حصرية القرار الاقتصادي وغياب خطة حكومية كان من المفروض أن تعقد جلسة تشريعية لإقرار قانون الـ Capital Control وفشلت حتى الجلسة قبل عقدها لعدم توفر النصاب ما طبيعة هذا القانون وهل صيغة فعلا لحماية المصارف أم ربما هو على العكس من ذلك ربما قد يضر أكثر بالجميع بما فيه من المصارف أولا سيدي الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد حر وقانون الـ Capital Control هو مخالف لروحية الاقتصاد الحر ولكن يجب معرفة أن الاقتصادات الحرة تقبل هذا الخرق المؤقت لحرية الاقتصاد بشقيها الاستهلاك والاستثمار لفترة زمنية محدودة بانتظار إجراء أو وضع إجراءات معينة لتصحيح الخلل القائم هذا القانون بالطبع فيه مادة واضحة يحمي خلال فترة سريانه سريان القانون يحمي المصارف من الدعاوة سواء كانت خارجية أو داخلية ولكنه لا يعفي المصارف من مسؤوليتها وهذا بنظري مهم جدا لا يعفيها من مسؤوليتها اتجاه المدعين الدستور اللبناني كان واضحا في مقدمته هناك قدسية حول الملكية الفردية وهذا الأمر لا يمكن ولا بأي قانون أن يتخطوه حتى لو وضعوا في القانون أي شيء قد يمس قدسية هذه الوداء تبقى مقدمة الدستور تفوق أي قانون آخر هل تزال قدسية كما وصفتها لهذه الوداء إذا كان اللبنانيون لا يقترون على سحب حتى أجزاء محدودة من هذه الوداء المالية صحيح صحيح سيدي هذا الأمر صحيح إذا لحظت سيدي الاقتطاع الذي يتم على وداء الناس يتم دعني أقول تحت الضغط ولكن بقبول بشكل طوعي من قبل المودع المشكلة الأساسية سيدي أن هناك ما يسمى بالتهافط على المصارف أو البانكران الذي جعل استحالة المصارف أن تعطي المودعين أموالهم وهذا الأمر موجود في كل دول العالم حتى في الولايات المتحدة الأمريكية التي وخلال جائحة كورونا وضعت قانون لضبط للصحوبات النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية لذلك هناك استحالة وأنا أستغرب حتى في خطة حكومة الرئيس حسان دياب وحتى في خطة حكومة الرئيس نجيب مقاتي أستغرب كيف أن الحكومة تعد برد الوداء هذا الأمر شبه مستحيل بحكم أن القطاع المصري في مدني على ما يسمى بالكريدت ملتيبلاير وهذا الأمر يجعل نسبة الودائع كبيرة نسبة إلى حجم الكاش الموجود أو النقد الموجود لذلك هذا الأمر يفرض على الحكومة استعادة الثقة لتوفير السيولة وتأمين 10 إلى 15 بالمئة من قيمة الودائع لتسيير أوضاع الناس حجز الأموال هو مخالف للقانون وهذا لا نكران فيه والدليل أن الدعاوة التي يقوم بها المودعون سواء كان في الخارج أو في الداخل تصل بسرعة إلى نتيجة لصالح هذا المودع لأن القانون واضح لا إمكانية لحجز الأموال ولكن فعليا على الأرض إكفاء كل المودعين بكل ما يطلبونه شبه مستحيل نعود إلى الأستاذ ديانا منعم هل الحكومة فعلا كما ذكر الدكتور جاسم قادرة على استعادة الثقة وتوفير السيولة وأيضا هل أصبح تسعير الدولار خارج إطاره القانوني والمالي والنقدي وأصبحت الحكومة ربما غير قادرة على تأثيره أو وضع في سياقه قانونيا على الأقل خلينا نوضح السلطة السياسية المتبسلة مش بس بالحكومة ولكن بالأحزاب السياسية الأساسية بالبلد وبالسلطة المالية يعني حكمية مصر في لبنان وبعض المصارف الكبرى هي اللي عم ترفض أي حل السؤال هو مش إذا قادرة أو مش قادرة السؤال هو إذا بد وواضح أن هذه السلطة رافضة أي إصلاح تانيا عبارة قدسية الودائع هي هرتقة نحنا اليوم أمام مشكل بالبنان في عنا فجوة مالية بقيمة 72 مليار دولار قيموا السياسيين بلبنان قالوا للناس بال2019 ما تقبلوا بالحلول يلي عم تنطرح عليكم لأنه هيدا الحلول بتحتم على أنه أنتوا تخسروا جزء من أموالكن وأموالكن مقدسة وتحت هيدا الشعار وبالتذرع بقدسية الودائع رفضت الطبقة السياسية اللبنانية أي حل ممكن يكون عادل للبنانيين وتحت هيدا الشعار عم بتخسر المودعين وديعهم يوم بعد يوم اليوم قيمة الهيركة اللي عم يتعرض للمودع باللبنان بتوصل لـ 88% فأي خطة أقرت قبل 2019 2020 2021 لو أقرت أي خطة إصلاحية قبل كان ممكن للمودعين أنه يسترجعوا قيمة كتير أكبر من وديعهم وبالتالي كذبت اتسية الودائع استعملت تحتى الطبقة السياسية تتجنب أي حل ليش الطبقة السياسية ما بدأ أي حل بكل بساطة لأنه أي إصلاح بيعني أنه هالسياسيين لازم يتحملوا مسئولية القرارات اللي أخدوها بآخر عشرين سنة وهذا الشيء ما بالدنيا نعم هلأ إذا بدك تجاوبك على موضوع تسعير الدولار يلي هو بالعكس هو حضرتك عم تحكي عن منصة صيرفة صحيح؟ تفضلي نعم أو عم تحكي عن تعدد أسعار الصرف نعم أوكي تعدد أسعار الصرف طبعا اليوم كمانا هيدا السلطة السياسية كان لازم تقوم بعشر إصلاحات أساسية من وقت ما مضيت الاتفاق الأولى على مستوى الموظفين مع صندوق النقد من عدة أشهر ولكن هيدا الشيء ما حصل وبالتالي بما أنه هيدا الشيء ما حصل ما نقدر اليوم هيدا السلطة السياسية أن نتوحد أسعار الصرف بطريقة ممطقية وممنهجة وبالتالي يلي عم تلجأ له هو تعدد أسعار الصرف يلي هو سياسة الترئيع يلي هي السلطة صار لها من 2019 عم تنتهجها هيدا سياسة تعدد أسعار الصرف منا سياسة مستدامة الهدف منا بس هي إرضاء بعد شرائح المجتمع ومحاولة مميلة تانية لاستفاء الموارد خصوصي الضرائب بسعر شوي أعلى يبقى السؤال أيضا مطروح أستاذ يانا هل توجد سلطة سياسية أيضا قادرة على القيام بهذه الإصلاحات لا رئيس الجمهورية لا رئيس لحكومة مستقرة قادرة على القيام بأعمالها بشكل كامل أعود لنا أستاذ زينة جابر هل هي مسألة إرادة للإصلاح نعم هل هي مسألة إرادة للإصلاح كما تقول أستاذ ديانا برأيك بداية أود أن أثني على ما تفضلت به ديانا لناحية المسؤولية ولناحية قدسية الإداعات وبالنسبة للكابتل كونترول نحن نعلم أن آخر مقترح للكابتل كونترول يتضمع النص واضح يعفل مصارف من المسؤولية التي يجب أن تتحملها ومن المسألة تنص بصراحة على أن أي دعاوة قضائية أو قرارات قضائية بموجب هذا القانون لا يمكن لا يمكن ملاحقة المصارف عليها وإن كانت هذه القرارات القضائية صادرة عن القضاء الداخلي أم الخارجي ويجب أن نوضح هنا أن هكذا بنود هكذا مواد في القانون هي مخالفة للقانون هي مخالفة للدستور اللبناني هي مخالفة لمقدمة الدستور لشرعة حقوق الإنسان فهي عمليا تشرع عدم إمكانية التقاضي وهذا يخالف شرعة حقوق الإنسان وقدسية حق التقاضي لدى الجميع وإمكانية الوصول إلى القضاء فهذا أمر يجب الإضاءة عليه ونحن نوضح أيضا أن قانون كابيتل كونترول الذي نعتبر أن الإضراب اليوم هو ابتزاز عمليا للهروب إلى الأمام للدفع بإقرار القانون بصيغته الحالية الأمر الذي كما سبق وقلت هو غير قانوني كان يجب أن يقر في بداية خلال بداية الأزمة عندما كان ما زال هناك أموال فرش كاش يتم تحويلها إلى الخارج اليوم بعد مقامة المصارف والسلطة السياسية المتواطئة مع المصارف بتهريب أموالها إلى الخارج بعد أن أمنت عمليا على أموالها في الخارج تقول نحن مستعدين لإقرار قانون كابيتل كونترول المصارف اليوم بما فيهنا المصارف المركزي عمليا يقوم بكابيتل كونترول دعيني أعود إلى دكتور جاسم دكتور جاسم أدل ما يقول وزير الاقتصاد بأن الحكومة ستسعى إلى دولارة المعاملات التجارية وحتى البضائع في المحلات وفي السوبرماركت وغيرها ماذا يعني ذلك بالنسبة للبنانيين وماذا يعني ذلك بالنسبة للليرا اللبنانية وكأنه لا مستقبل أنها هنا إذا يصبح التعامل حصريا بالدولار ما مستقبل الليلة اللبنانية أيضا سيدي هذا الأمر بكل بساطة له تدعيات كارثية سواء كان على الصعيد المالي النقدي أو على الصعيد الاقتصادي على الصعيد المالي يعني لا ضمانة ولا بأي شكل من الأشكال لما سيدفعه المواطن يقولون أن التبرير الأساسي أن المواطن سيكون له القدرة أكثر على المقارنة بالأسعار بين المتاجر ولكن هذا الأمر غير صحيح لأن اللبناني قادر على أن يقوم بالمقارنة أيضا بالليرة اللبنانية ولذلك هذا الأمر يحمي التجار على حساب المواطن على الصعيد النقدي هذه حقيقة الضربة القاضية للليرة اللبنانية ولا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال عندما ندخل في الدولرة الشاملة أن نعود خطوة إلى الوراء على الصعيد الاقتصادي لا يمكن بعد اليوم الثقة بالاقتصاد وأيضا هذا الاقتصاد غير قادر بغياب الإصلاحات على جذب الاستثمارات أو جذب الدولارات من الخارج وهذا الأمر يعني بما أن العملة ليست ملك للدولة اللبنانية بل هي عملة أجنبية لا قدرة للدولة اللبنانية الطبع أو تمويل عجز أو دفع حتى الأجور وهذا يعني بكل بساطة أن المواطن سيتعرض لضغوطات معيشية كبيرة أضف إلى ذلك وهذه آخر نقطة أن القانون الحماية المستهلك واضح الأسعار يجب أن تكون بالليرة اللبنانية وللمفارقة نعم قوانين كثيرة دكتور جاسب ولكن هل هي تطبق على أرض الوقت شكرا لك نعم شكرا لك دكتور جاسب معذر على المقاطع أنت وقت البرنامج دعني أختم بسؤال سريع لأستاذة ديانا منعم هل هي أزمة داخلية فقط أم ربما لبنان هو أيضا ضحية مناكفات سياسية دولية وإقليمية وهل رفع المجتمع الدولي أيضا يدهو عن لبنان لبنان بلد صغير وبالتالي طبعا بيتأثر كمان بمحيطه على كل حال مثل أغلب البلدان ولكن الواضح أن الحل اليوم هو بدايته حل داخلي اليوم الحلول التقنية على الأقل معروفة المشكلة هي أنه في عندك طبقة سياسية هي اليوم أخذ المجتمع رهيني وهي ما بده تطبي الإصلاحات ونعم للأسف المجتمع الدولي اليوم غير مهتم بلبنان منلاحس في بعض الاهتمام الفرنسي اهتمام أمريكي أقل شوي واهتمام عربي ضئيل جدا في محاولة لأن السعودية تصير مهتمة أكتر في بعض الأفريقاء في المجتمع الدولي يحاولون أن تصير السعودية مهتمة أكتر ولكن نعم واضح أنه في عدم اهتمام دولي والسبب هو أن الطبقة السياسية اللبنانية مرارا وتكرارا كذبت وماطلت شكرا واليوم في نوع من تعب من المجتمع الدولي تجاه لبنان شكرا شكرا جزيلا لك ديانا منعم الخبير الاقتصادية ونراشطة في منظمة كلنا إرادة زينة جابر المحام يعوذ ربيطة المدعين اللبنانيين والدكتور جاسم عجاقة أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية شكرا جزيلا لكم شكرا أيضا لمشاهدين الكرام شكرا